سيدة في غاية الطيبة بعد زواجها ظلت خمسة أعوام تنتظر الحمل وتدعو الله بكل تضرع حتى رزقها الله بطفل وبعد مولده بعامين توفي زوجها فوهبت نفسها وعمرها لطفلها ورفضت الزواج من أجل إسعاد طفلها خوفا من قسوة أي زوج على ولدها الوحيد كانت تحب ولدها حبا كبيرا ولم تكن تعاقبه عندما يخطئ بل تدلله وتقول لخاله الذي كان يعاتبها لتغاضيها عن أخطائه عندما يكبر سيعرف الصواب من الخطأ أما الآن فلابد أن نعامله بحنان كانت الأم تحلم بحفظ ولدها للقرآن الكريم وعندما أرسلته عمره خمس سنوات لشيخ جليل لتحفيظه القرآن كان ولدها يرفض ويفضل اللعب واللهو فكانت تعرض عليه بعض النقود ليذهب إلى الشيخ فكان بالفعل يذهب فقط من أجل الحصول على المال وهكذا ترب الصغير على عدم عمل أي شيء تريده الأم إلا إذا أعطته نقودة حتى القبلة أو الحضن وكانت تخجر من نفسها كل ما قال لها شقيقها هذا الولد لن يحبك عشر ما تحبينه لأنه لم يتعلق بك وإنما تعلق بما تعطيه من نقود كبر الإبن وبلغ عشرين عاما وقرر السفر خارج البلاد فحزنت الأم وبكت وترجته أن يعدل عن قراره حتى لا يتركها وحيدة وهو يعلم مدى حبها وتعلقها به ولكنه قال لها بلا مبالاة سامحيني يا أمي ولا تقفي في طريق سعادتي ومستقبلي وبالفعل سافر الإبن وكانت دائما ترسل له خطابات لتطمئن عليه ولكنه كان لا يرد عليها ففكرت في حيلة تستعطف بها قلبه بطريقتها التي ربته عليها حيث أرسلت له خطابا قالت فيه ابن الحبيب لقد ورثت عن عمي قطعة أرض كبيرة وأصبح لدي كثير من المال فإذا احتشت أي شيء أرسل لي ما تحتاجه لأرسله لك على الفور نجحت خطة الأم فهذه الطريقة هي التي عاش عليها ولدها منذ أن كان طفلا وأصبح يرسل لها خطابا كل أسبوعين أو كل شهر يطلب منها نقودا وكانت ترسل له كل ما يحتاجه ولم تكن حزينة من موقف ابنها بل كانت سعيدة جدا ومطمئنة عليه لأنه أصبح يخاطبها رغم أنه كان يخاطبها من أجل مصلحته الخاصة وليس حبا وعطفا عليها ولكنها ضربت بكل هذه الأقاويل التي كان يرددها لها خاله عرض الحائط وبعد مرور عام على سفر الإبن نفذ ثمن بيتها الذي باعته من أجل إرسال المال لابنها وذهبت عند بيت أخيها لتعيش معه وعندما اشتد عليها مرضها استيقظت في إحدى الليالي وأخذت تصلي وتدعو لابنها بالهداية والرزق الوفير وأن يرقق قلبه عليها ظلت تدعو بدموع عينها حتى أذان الفجر ثم صلت الفجر ونامت ظل هذا الحال لأكثر من نصف عام والأم تقوم الليلة وتدعو لابنها ثم تصلي الفجر فشعرت بطمأنينة من ناحيته دون أن تتلقى منه خطابات وفي أحد الأيام عاد الابن من سفره ووصل إلى بيته ففوجئ برجل غريب يسكنه وعندما سأله من أنت قال له لقد باعت أمك هذا المنزل لي منذ عام عندما ساء حالها ومرضت وبعد أن باعت كل مقتنياتها وأثاث منزلها وقد أخذها شقيقها عنده لتعيش في بيته ولم يعلم أحد أين أنفقت كل هذه الأموال التي حصلت عليها مقابل ما باعته أسرع الابن إلى بيت خاله وعندما شاهد أمه أسرع إليها وحملها وأخذ يدور بها وهو يقول أحبك يا أمي وسأعوضك عن كل ما فات لقد هداني الله ورزقني رزقا وفيرا بفضل دعائك المتواصل والذي كان يغصرني وأشعر به في كل وقت سامحيني على تقصيري معك لقد عرفت قدرك وأتمنى أن أرد لك ولو جزءا بسيطا من أفضالك التي لا أستطيع حصرها ابتسمت الأم وقالت الحمد لله الذي استجاب لدعائي وأطال عمري حتى رأيتك كما أحب وأتمنى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رجل أعمال تقي شعر بدنو أجله فاستدعى أبنائه وقال لابنه الأكبر منذ وفاة أمكم من عشر سنوات تزوجت سرا حتى لا أغضبكم وزوجتي مسلمة من إندونيسيا وتعيش هناك وقد أنجبت ثلاثة أبناء هم إخوتكم فخذ هذا العنوان واذهب إليها وأعطيها ميراثها وساعدها إن استطعت ثم توفي الأب وحضر الأخ الأكبر هو وإخوته عند القاضي لتوزيع الإرث فتنبه لوصية أبيه وتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أراضين يوم القيامة لذلك أخبر القاضي بزوجة أبيه فأوقف القاضي توزيع الإرث حتى حضور الزوجة في الجلسة سافر الإبن إلى إندونيسيا وبعد عناء في البحث وصل إلى بيت بسيط فطرق الباب وخرجت إليه سيدة محجبة فعرفها بنفسه وأخبرها بوفاة أبيه وأنه يلزم حضورها معه إلى بلدهم بطلب من القاضي فسافرت معه وأخذت نصيبها من الإرث وكان مبلغا كبيرا وبعدها طلبت من الإبن الأكبر أن يذهب بها إلى مكة لأداء العمر فلبى طلبها ثم عادت إلى بلادها وبعد عام اشتاق الإبن الأكبر لزيارة زوجة أبيه ورؤية إخوته وعند وصوله إلى بيتها لم يلاحظ تغييرا على المسكن من الداخل والخارج نفس ما رآه أول مرة فسألها أين أموالك التي ورثيها فقالت له في الصباح سنذهب معا إلى مكان أموالي وأثناء ذلك دخل عليهما أكبر أبناء زوجة الأب وعمره عشر سنوات فسأله أخوه هل تحفظ شيئا من القرآن فقال له نعم أحفظ القرآن كاملا فتعجب الأخ الأكبر فقالت له زوجة أبيه إن ولد الأصغر منه يحفظ نصف القرآن أما ابنتي الصغيرة وعمرها أربع سنوات فتحفظ جزء عم فعندما يبدأ طفلي في الكلام أقوم بتحفيظه القرآن ثم أجري مسابقة في الحفظ فمن يحفظ أولا هو من يختار وجبة العشاء في تلك الليلة ومن يراجع أولا هو من يختار أين نذهب في عطلة الأسبوع وعلى هذه الحالة أخلق بينهم التنافس في الحفظ والمراجعة سر الإبن الأكبر كثيرا بإخوته وبأمه من صالحة التقية وظل طوال الليل يستمع للقرآن من أصواتهم الجميلة وفي الصباح ذهب مع زوجة أبيه إلى مركز المدينة وهناك شاهد مركزا إسلاميا كبيرا باسم أبيه للتحفيظ والتعليم وبه دار أيتام وقالت له زوجة أبيه هذا المركز صدقة جارية لأبيك بكى الإبن الأكبر ووقف مذهولا من صدق ووفاء هذه السيدة مع أبيه ثم عاد إلى بلده واجتمع بإخوته في نفس يوم وصوله وأخبرهم بما رأى وتبرع الإخوة بمبلغ كبير لإقامة مشاريع خيرية لأبيهم لقد علمتهم زوجة أبيهم الوفاء وحب الآخرة على الدنيا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر